اهلا وسهلا بحضرتكم مرة اخرى قبل ان اصل الى النتائج الاولية المرحلة الاولى على المقاعد الفردية وهي نتائج اولية لحين اعلان نتيجة غدا ان شاء الله بخصوص فتاة المول بس عشان في نقطة قد لا تكون واضحة انا متضامن تضامنا كاملا مع تلك الفتاة متضامن معاها ضد الشخص الذي اعتدى عليها متضامن معاها ضد المجتمع اللي كان جوا المول اللي انكروا انهم يعرفوا هذا المتهم لاخر دقيقة متضامن معاها ضد اسم الشرطة اللي رحتله وتحرك ببطء ولم يهتم الا بعد ان تحدث الزميل واقل الابراشي في الموضوع متضامن معاها ضد كل اساءة تنال من شخصها او سرتها او خصياتها على اي مستوى ايا كانت ولو كان هناك او كانت هناك بعيدا عن تلك الفتاة باغية باغية وهذا ليس موضوعنا ولا اتهمنا ولا قضيتنا ضد التشهير بيها او فتحها يعني افلا سترتموها الستر يعني ايه المتعة في انك تعري انساني يعني تفضحه تب هو وحش عند ربنا يا اخي كل واحد يظهر على نفسه النتائج الاولية النهاردة الاحزاب اعلنت عن نتائج اولية لمرشحية في الجولة الاولى في انتظار الاعلان الرسم من قبل اللجنة العليا للانتخابات حزب مستقبل وطن حسد 30 مقعدا حزب النور السلفي 9 مقاعد حزب المصريين الاحرار 41 مقعدا حزب الوفد 17 مقعدا طيار الاستقلال 3 مقعد حزب المؤتمر 5 مقعد حماة الوطن مقعد 1 مصر بلد مقعد 1 الحزب المصري الديمقراطي مقعد تحالف الشعب الجمهوري مقعد عدد المقعد اللي كانت في جولة الاعادة 209 مقعد الاحزاب والتحالفات في الجولة الاولى خدوا 107 المستقلون خدوا 102 مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللي هو رفحة قمصان قال كنا ااملين ان نسبة المشاركة تكون اعلى من كده لكن دي النسبة العالمية ده متوسط الحضور والمشاركة وفقا للنسبة العالمية تروح من 25 ل30 حد الثاني يقولك من 30 ل40 المهم يعني ايه احنا سرتنا جاية في السكة يعني جبنا 25 بس ده كان المرحلة المرحلة الاولى في الجولة الاولى لسه معرفناش النسبة الاجمالية كان نجيب سويرس مؤسس المصريين الاحرار وصف الانتخابات بأنها نزيهة وحرة بفضل ثورة 25 يناير وسيظل المصريون احرارا حزب النور قال عن النتائج يونس مخيون قال البرلمان رئيس حزب النور الدكتور يونس لن يمثل الشعب البرلمان المقبل لن يمثل الشعب المصري واستمرارونها في المعركة الانتخابية لتقليل حجم الفساد فكرة ان يمثل او ما يمثلش بقى طبعا يعني هي النسبة لا تمثل لكن هل نقول ان البرلمان ما يمثلش لا قانونا الشرعية القانونية موجودة الشرعية السياسية حنتكلم فيها هذا المجلس هو الذي سيفرض علينا ان نحكم ونقول والله ايه ده تطلع مفاجأة مع ان بلدنا ما بتحصلش مفاجأة كتير الرئيس عبد فتاح السيسي القى كلمة مصر اليوم في قمة الهند افريقيا اكد فيها انه يجب ان يكون هناك تضافر للجهود بين مصر والهند واهمية عزيز التنصيق مع شركائنا فيما تعالق بالتعامل مع المخاطر التي تهدد السلم والامن وخاصة الارهاب والقرصنة وقال ان قناة سويس الجديدة ستجعل من مصر مركزا دوليا للتجارة والاستثمار والخدمات دعين الشركاء الافارقة والهند الى المساهمة في تنفيذ المشروعات المقرر اقامتها في محور قناة سويس كما اشاد بدور الاذهر بعدها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ختام زيارته في مملكة البحرين الشقيقة الرئيس كمان وافق على نقل سجينين هنديين كانوا بيقضوا العقوبة هنا عشان يكملوا العقوبة بلدهم في وسط اهليهم كده رئيس وزراء الهند قال ان فيه وفد الممثل شركاتنا يزور مصر للتعرف على فرص الاستثمار واقل الغنيم عامل فيما يشبه المراجعة ايه الكلام تتطفق وتختلف معه ولكن هو بيسجل موقف وما افسحش لماذا عاد بعد غياب واطل على الناس وقال انه حيقول ليه هو رجع في هذا التوقيت بيقول ان الناس بتسأله انت سكدت ليه ليه هقيتت الانقلاب العسكري ليه وقفت ضد ديمقراطية والحرية بعد ما انزلت مع الماليين تطالب بها في يناير وكأن ما فيش حد بيسأله من 30 يونيون اللي هو كان منضم اليها قبل كده انت ليه رجعت في كلامك بيقول كنت غلطان في قراءة كثير من الاحداث من فبراير 2011 لحد 3 يوليو وده كان من اسباب اتخاذي لقرار الصمت السبب التاني هو ادراكي بعد الاقتراب لفترة طويلة من طرفي الصراع اننا في معركة صفرية ظاهرة حماية المساري الديمقراطي والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وباطنها صراع بين طرفين لا يعترفان بالديمقراطية والحرية والاتنين عايزين يحتكروا ادوات السلطة ويحكموا السيطرة على مقاليد الحكم ويقمعوا المعارضين فاذا كان واقل واحد من هؤلاء الذين دعموا احد الطرفين او دعموا الطرفين كلهم في مرحلة وانا لما بكلم عن واقل انا بكلم عن جيل كامل يبقى مقدر شراين على هذا الجيل في الدعم ابدا ولا في الرهانات ما انت روحت واغلطت ورحت واغلطت حسب وجهة نظرك مين ضمن ان الروحة التالتة ولا الرابعة اللي جاية هتودينها فيه هتودينها مع مين يعني هي شهادة لك وشهادة عليك في يوم 22 يونيو اتصلت بأحد 2013 اتصلت بأحد مستشار الدكتور مرسي اللي اوجه له النصح بأن يعلن الرئيس عن استفتاء شعبي او انتخابات رئاسية مبكرة وجاء رد استنكاري بيتعلل بان الحجد التلاتين يونيو هو حجد فلولي طائفي وان المشاركة هتكون ضعيفة قلت له اني شايف العكس تماما وان المظاهرات هتكون في الغالب اكبر من المظاهرات اللي نزلت ضد مبارك في 25 يناير شهادة حق فقال لي دي قراءة خاطئة وانه في كل الاحوال دكتور مرسي رئيس منتخب ولا تنازل عن الشرعي قلت له بس انكار الواقع وعدم التعامل معاه بشكل سياسي هيخلي الصراع يبقى في الشارع وان ده حيتسبب في موجات من العنف تسيل فيها الدماء فقال لي لا بديل عن الشرعية وحماية الدموقراطية واهداف الثورة وان الاخوان مستعدين بالتضحية بدمائهم لحماية الثورة يناير حتى لو مات منهم عشرة او عشرين الف ده يفصل لك الصدام اللي حصل بعد كده والزج بالناس في مواجهة الموت في مواجهة البندقية يوم تلاتة وعشرين قررت اسجل فيديو محاولة لزيادة الضغط على الرئيس محمد مرسي بيطلبه بانقاذ الدموقراطية وحماية الدم المصر وعمل انتخابات رئاسية مبكرة خاصة وانه بالفعل قد اخلف الكثير من وعوده وفقد الكثير من شعبيته وان الغطبة الشعبية ضده حقيقية وان البديل هيكون فتنة بين المصريين والسؤال هو لو كان مرسي اعلن عن استفتاء شعبي او انتخابات رئاسية مبكرة هل كنا هنعيش نفس المعادلة الصفرية الحالية؟ لو للأسف لا تصلح للحياة ولا تصلح للسياسة لو حرفش علاءة في الجو ما بتعملش بيه اي حاجة اربعة ما قعتش استمر التمر ما نزلتش مظاهرات التلاتين من يونيوم ما ايدتش الانقلاب العسكري كما يضاعي البعض ما فرحتش كغيري ببيان الجيش كما فرح به البعض طيب انتوا فاكرينه وعمل ايه وقال غنم ساعتها؟ طيب اختفى؟ طيب هو يفهم من ايه؟ من كلام واقل يعني انا هنا ايه بالراحة كده واقل شاف ان الرئيس مرسي عمل مخالفات كثيرة جدا طلبه بما انه كان من المقربين او من المؤيدين له ولسياساته في فترة من الفترات ان الراجل ده حد عن الطريق وان اللي نازلين في تلاتين يونيو هيكونوا حسب توقعاته وقراءته اكبر بكتير من اللي نزلوا في خمسة وعشرين يناير او اكبر من اللي نزلوا في خمسة وعشرين يناير وانه فشل حتى في انه يقوله اعمل استفتاء او انتخابات رئاسية مبكرة يا ترى الموقف هنا هو انت ليه ما نزلتش او ايت رغم انك شايف المشهد كنت بتراهن على ايه تاني طب كنت عارف انه هيحصل مش عايزة تبقى موجود ليه طب اذا كنت موجود دلوقتي موجود ليه كي تكون ضد طب عندما كنت ضد لم تكن معه طب حتكون ضد ومع مين الله اعلم يوم اتنين يوليو كتبت بوست ان اللي يعتقد بعودة النظام السابق واهم شوف هو ما ايتش بس يوم اتنين يوليو قال انتوا كنتوا فاكرين بعد سقط مرسي بقى انتوا فاكرين ان النظام القديم بتاع مبارك ممكن يرجع تاني دواهم والحقيقة ان كتبت اللي كنت مقتنع بيه وقته ولسه شايف ان على المدى الطويل استحالة استحالت مثل هدي الاساليب في ادارة الدول تستمر وينتج عنها حكم رشيد لكن لا امكر سزاجتي في كتابة ماك كتبت يومها معتقدا ان عجلة الزمان لن تعود الى الوراء واعتذر عما كتبته يومها لثبوت خطأه وعدم صحته لان عجلة الزمان عادت الى الوراء 1984 المرفق صورة لرسالة بعدتها من سنتين لبعض اصدقائي من النشطاء والسياسيين اللي كانوا بيظهروا بشكل عاني تأييدهم المطلق لتلاتة يليو حتى بعد مقتل المئات في رابع العدوية وقتها اعترض احد هؤلاء الاصدقاء على رسالتي وقال ليه اني مفرد في التشاؤم فقلت له دي من المرات القليلة اللي اتمنى ان اكون فيها غلطان اما سؤال طب وليه بتتكلم دلوقتي فده هتكلم عنه لاحقا والكلام هنا لواء الغنيم انا عايز اقول لواء الغنيم بافراتك في التشاؤم نعم ان شاء الله ربنا هيحقق لك امنيتك وحتطلع غلطان واتمنى انك تتبسط ساعدها يعني ده ما يحزنكش وتكون سعيد انك طلعت غلطان في تشاؤمك فاذا كنت لا تسق في النظام فنحن نسق في هذا الشعب اللي اختار وحدد واللي نزل في 30 يونيو واللي نزل في 25 يناير ومحاولة الفصل كما يحاول البعض ممن ينتمي الى 30 يونيو ان يمحوا 25 يناير فهناك البعض الذي يشكك في 30 يونيو 25 يناير و30 يونيو حاجة واحدة دستورنا العظيم اللي احنا هنحافظ عليه ومش هنطالب بتغييره دلوقتي خالص ابدا دستورنا ده بيعترف ان دول صورتين واللي يمسوهم او يسخر منهم او يسبوهم يتقدم للمحاكمة النهاردة اعلنت القوات المسلحة انضمام اربع طائرات من المقاتلات الحديثة اعتراض F-16 الى صلاح سلاح القوات الجوية تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاسكري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية اليونيسكو انتوا فاكرين الحلقة اللي عملناها هنا عن قرية القرنة قرية حسن فتحي في محافظة الاخصر والاسد ذا اللي كانوا معايا يتكلموا عن الموضوع بعدها تاني يوم كلمني الدكتور محمد سامح عمر سفير مصر لدى اليونيسكو وقال ان احنا اليونيسكو سيتولى الامر بالفعل اليونيسكو اعلن عن المنظمة اعلنت ارسال باعتة دولية لتفقد اوضاع القرية والعمل على انقاذها ووفقت على تشكيل واقفات باعتة خبراء فنيين لتقديم الدعم الفني اللازم للترميم والحفاظ على القرية المعروفة ده القرنة الجديدة بعد الفصل هستقبل ضيوفي الاعزاء انا رايح لشجرة الامنيات قد نرى التفاؤل في اطفال هربوا من موت وجحيم يجتمع الساسة والقادة ويعدون مؤتمرا تل والاخر كي ينظروا ويتحدثوا عن الدفاع عن الحريات وهم ابعد ما يكون عن هذه الحريات عن بلاد تبيع اسلحة الموت ثم تتحدث عن الديمقراطية عن الحرية عن العدل هؤلاء الاطفال لا يعرفون الا الموت ورائحة الدم والبرود والرصاص والطائرات هم يدفعون التمن هم مشردون في بلدان العالم والقادة يلتهمون الخرفان نلتقي بعد الفصل السيسي يوجه دعوة لرئيس وزراء الهند ويغادر متوجها الى المنامة اسماعيل يأمر بتجديد شبكات الكهرباء ومولدات الطوارئ بماس بيرو الادارية العليا تنظر في الطعون المقدمة لوقف الانتخابات محافظة الجيزة تؤكد خروج حفلياني بصورة مشرفة جمارك مطار برج العرب تحبط ثلاث محاولات لتهريب عملات اجنبية وزير الاتصالات يبحث مع هواوي خطتها التوسعية في مصر بوتين يمنح النحاط المصري اسامة السروي ميدالية بوشكين سبعمائة سائح يصلون مطار الاقصر على متن اربع رحلات شارتر مباشر البرصة تنهي اخر جلسات اكتوبر بمكاسب ملياري جنيه اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالرياض في التاسع من نوفمبر القادم اشتركوا في القناة